يتوجه الرئيس عبدالفتاح أسيسي اليوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحق حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أسيسي سيصل إلى المدينة المنورة حيث سيؤدي الصلاة في المسجد النووي الشريف ويزور قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحق اشتركوا في القناة